حابب اتكلم في حاجة يعني ممكن تكون مصارى ان انت بتقدم تظلم على العقوبة وانت كان لك بيام بتتكلم فيه ان انت عندك موقف من اللجنة الخماسية يا جماعة النادي الاهلي مازال مشترك في المسابقة بيخضع لكل لوائحها ولكن هو عنده موقف بياخد اجراءاته القانونية فيها لاخرها عنده موقف تاني من اللجنة الخماسية بياخد اجراءاته فيها لاخرها ولكن النادي الاهلي تحت مظلة الكرة المصرية طبيعي زي ما الحكم بيحكم لك وعنصر من عناصر اللعبة انت معترف به وهكذا كل عناصر اللعبة حبينا نوضح الحتة دي عشان كتير من الجمهور بيتكلم فيها وان شاء الله النادي الاهلي يأقص حقوقه سواء بالاعتراض على قرار لجنة الانضباط بشكل عملي او كمان حقوقه فيه لو هو عنده اي نقد اللجنة الخماسية او اداءها او مدى حياديتها كنا لسه بنشيد باللجنة الخماسية في حاجة وكمان بنأكد هنا لو عندنا تحفظ لان ده هيكون طول الوقت عهدوكم بينا ان احنا بنرصد الايجابي والسلبي وخاصة ان انت اصلا في سبيل انك تاخد حقك لازم بتمر ببعض المراحل اهمها انك بتمر على اتحاد القرى المصري فالموضوع مش بالشكل ده نتمنى فكرة يكون فيه لوائح ويتم مراجعة الواقبات دي بما يتناسب مع اللوائح والقوانين اشتركوا في القناة